حابين في البداية نتعرف حتى هذه اللحظة حجم المساعدات اللي قدمتها الدولة المصرية لأشقائنا في قطاع غزة طيب خليني أبدأ مع حضراتكو بالبداية بعد اندلع الأحداث في 7 أكتوبر بالشكل اللي شفناه كلنا وبعد توجهة سيد الرئيس بضرورة تحرك التحالف الوطني للعمل للأهل التنموي التحرك اللي يليق بالشعب المصري ويليق بالدولة المصرية في دعم أشقائها ويليق بحجم اللي بيحصل داخل غزة من احتياج شديد للعون والمساعدة التحالف الوطني فورا شكل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات داخل مؤسسات التحالف تحركت غرف العمليات على تخطيط محكم لشغلها على تقسيم مهام على رصد الاحتياجات في البداية على تلبية الاحتياجات بشكل برضو يتسم بالتنظيم والدقة عشان يبقى فيه تحقيق لأهم الأهداف وعشان يبقى فيه سرعة في التنفيذ وعشان يبقى فيه جودة كمان في الأداء وعشان نلبي زي ما قلنا طموح الشعب المصري كله في دعم أشقان التحرك بدأ بتقسيم الاحتياجات لقطاعات ثلاثة أساسية القطاع الطبي وشفنا قد ايه من أول يوم للأحداث قد ايه القطاع الطبي في داخل القطاع كان بيئن ما اعتفقه من الأحداث يوم بعد يوم اتلاقينا أن القطاع الطبي بيتحمل أضعاف قدراته الاستيعابية فكان لابد أن احنا ونخطط للمساعدة نبقى عيننا على الاحتياجات الطبية بالتوازي مع الاحتياجات الطبية شفنا أعداد نازحين وشفنا أسر بتتدمر منازلهم وشفنا أشكال إغاثية أو أشكال من الدعم لابد أنها تتحرك في مجال التأمين لاحتياجات الغذائية لمواطني قطاع غزة ده طبعا بالإضافة أن احنا مقبلين على فصل الشتاء ومعظم الأسر تحركت من منازلها لمدارس الأنروا زي ما بنشوفه ونتابع وبعدها بقى حل ضيف على أسر تانية وبعدها تعرض لحالات وفيات وجروح بالمئات ما كانش بالآلاف فالحقيقة ده كل استدعى برضو أن نحن نتحرك على المستوى الإغاثي بتوفير خيام بعض الخيام وبتوفير في الأصل بطاطين وملابس الحقيقة التحركات التلاتة والمسارات التلاتة على مدار الأربعة وثلاثين يوم من بداية الأحداث أسمرت القيمة اللي كلنا في التحالف بنفخر بيها وهي أن مصر كانت الدولة الرائدة والدولة الأولى في تقديم المساعدات وعايز أقول لحضراتكم كمان الحقيقة الموضوع بالنسبة لنا مش بس في الكم الموضوع بالنسبة لنا في التحديات اللي كانت بتواجهنا وقدرنا نتخطى